السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة كورا سبورت اهلا وسهلا بكم في البداية ما تنسوش تضغطوا على سبسكرايب وتفعيلوا زر الجرس عشان يوصدقوا كل جديد اهنا هنتكلم عن اساطير النادي الاهلي قدم النادي الاهلي على مدار تاريخ الساحرة المستديرة العديد من النجوم الذين سطروا تاريخا مشرفا للقلعة الحمراء وسنعرض عليكم ابرز نجوم المارد الاحمر ونتحدث في كل حلقة عن اسطورة من اساطير النادي الاهلي اسطورة النهاردة الماسترو والفنان والعملاء صالح سليم اول حاجة نتكلم فيها عن نشأته ولد صالح سليم في 11 سبتمبر عام 1930 في حي الدقي بمحافظة الجزء ووالده هو الدكتور محمد سليم احد رواد اطباء التخدير في مصر ووالدته هي السيدة زين الشرف التي كان والدها من اشراف مكة المكرمة قبل انتقاله اللي عيش في تركيا ومنها الى مصر تعرف والد سليم على والدته عندما كان يجري لها عملية جراحية خلال اقامتها مع عائلتها في مصر وتزوجها وانجب سلاسة زكور كان صالح هو الاجبر ومن بعدها عبدالوهاب وطارق عشق صالح سليم رياضة كرة القدم منذ نعومة اظافره فكان دائما ما يمارس هويته مع اطفال حيه في الدقي بالجيزة وقد انضم لفريق مدرسة الارمان الاعدادين ثم منتخب المدارس السنوية اثناء دراسته بالمدرسة السعادية ثم التحق بصفوف الناشئين بالنادي الاهلي بعد ان اكتشفه الاستاذ حسن كامل المشرف على فريق الاجبال بالنادي ونجح صالح في اثبات وجوده وموهبته حتى تم تسعيده الى الفريق الاول وهو في السابعة عشر من عمره وخاض اول مباراة له مع الفريق الاول امام المصري عام 1948 واحرز صالح سليم هدف الفوز اما المباراة الرسمية الاولى فكانت امام يونان الاسكندرية في الاسبوع الثالث لبطولة الدوري موسم 1948 وفاز الاهلي بهدفين هنتكلم بالوقتي عن بداية الفنان والاسطورة واللعب صالح سليم بدايته التحق بصفوف الناشئين بالنادي الاهلي عام 1944 وانتقل في نفس العام لصفوف الفريق الاول حيث لعب بالفريق الاول حتى عام 1963 قبل ان يترك النادي الاحتراف في فريق جراتس بن نمسا ثم عودته مرة اخرى للنادي الاهلي واكمال مسيرة نجاحه حتى عام 1967 حيث قرر اعتزال لعب كرة القدم لعب صالح سليم اول مباراة له ضد نادي المصري عام 1948 وانتهى اللقاء بفوز النادي الاهلي بسلاسة اهداف نظيفة ولعب صالح سليم في الجناح الايصر واحرز في المباراة هدفا قبل نهاية اللقاء لعب اول مباراة رسمية له مع النادي الاهلي في اول بطولة بطولة دوري رسمية عام 1948 امام نادي الجالية اليونانية بالاسكندرية لم تتوقف مسيرة صالح سليم بالاعتزال حيث عمل بالنادي كمدير للكرة عام 1971 حتى عام 1972 حيث قرر خوض انتخابات مجلس ادارة النادي الاهلي بعد انتخابه لعضوية مجلس الادارة وحصل على نسبة 45% من الاسوات بفارق ضئيل عن رئيس النادي الفريق اول عبد المحسن كامل مرتج مرتجة لم يقى الصالح سليم بل خاض الانتخابات للمرس تانية في عام 1908 وستطاع الفوز برئاسة مجلس ادارة النادي الاهلي وقد سنده النجوم النادي الاهلي في ذلك الوقت عمثال محمود الخطيب مصطفى يونس سابت البطل مجزي عبدالغني والكثير من اعضاء النادي الذين زاد عددهم بصورة كبيرة استمر صالح سليم في رئاسة النادي الاهلي حتى عام 1988 حين قرر الابتعاد عن الساحة وترك الفرصة للاخرين لخوض التجربة الا انه لسوء نتائج النادي الاهلي كان من اللازم عودة صالح سليم لاعادة الاستقرار مرة اخرى وكان ذلك في عام 1990 ولا يسمع انه شهد له الفضل في تحقيق اغلب بطولات النادي خلال فترة تواجده به قاد صالح سليم الاهلي حتى عام 1992 وجرت الانتخابات اعوام 1996 و2000 وصطاع صالح سليم باسمه وانجازاته احلال الاستقرار داخل النادي الاهلي فبشعاره المعروف الاهلي فوق الجميع ومقولته الشهيرة الاهلي ملك لمن صنعوه ومن صنعوه هم مشجعوه حاز صالح سليم احترام ومحبة مشجعي ومتابعي القرى في مصر وليس مشجعي النادي الاهلي فقط وباخلاصه وحبه للنادي الاهلي وعطاؤه الذي استمره حتى وفاته عام 2002 كان صالح سليم دائما من ضمن القائمة الاساسية للنادي الاهلي والمنتخب المصري حتى اعتزاله عام 1967 استطاع صالح سليم ان يحقق مع النادي الاهلي 11 بطولة دوري من اصل 15 بطولة شارك فيها صالح منذ بداية الدورة المصري عام 1948 كذلك حقق مع النادي الاهلي بطولة كأس مصر 8 مرات كما احرز مع فريقه كأس الجمهورية العربية المتحدة عام 1961 على المستوى الدولي انضم صالح سليم الى منتخب مصر لقرة القدم عام 1950 وكان قائد الفريق الذي فاز بكأس بطولة الامم الافريقية عام 1959 بالقاهرة كما شارك مع المنتخب الوطني في دورة الالعاب الاولمبية بروما عام 1960 سجل صالح سليم 101 هدف في حياته الكروية منهم 9 اهداف سجلها خلال فترة احترافه في النمسا مع فريق جراتس و92 هدف احرزهم مع النادي الاهلي في بطولتي الدوري والكأس حقق صالح سليم انجازا شخصيا كونه اللاعب الوحيد الذي احرز سبع اهداف في لقاء واحد وكان ذلك امام النادي الاسماعي في مباراة احرز فيها الاهلي ثمانية اهداف كما ان لصالح سليم انجازين شخصيين اخرين هما اكبر عدد من البطولات يحرزها نادي في عهد رئيس واحد وهو 53 بطولة واحرازه هو وجيله من اللاعبين الدوري 9 مرات متتالية وهو رقم لم يكسر حتى الان تاريخه الفني شعبية صالح سليم كانت هي السبيل اللي جذبه للمجال الفني والسينمائي وشارك في عدة افلام سينمائية منها فيلم السبع بنات وفيلم الشموع السوداء امام الفنانة نجاة الصغيرة وفيلم الباب المفتوح امام سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمام والجديل بالذكر ان صالح سليم تلقى الكثير من العروض من قبل اصدقائه الممثلين والمخرجين للقيام بتمثيل ادوار اخرى في السينما لكنه رفض كل العروض التي قدمت له مؤكدا انه غير ناجح على الصعيد الفني حياته الشخصية احب صالح سليم لعبة كرة القدم منذ صغر سنه فكان دائما ما يمارس هويته مع اطفال حيه والد صالح سليم هو الجراح المعروف انهذاك محمد سليم ووالدته هي السيدة زين الشرف التي كان والدها من اشراف مكة المكرمة قبل انتقاله للعيش في تركيا ومنها الى مصر تعرف والد صالح سليم على والدته عندما كان يجري لها عملية جراحية خلال اقامتها مع عائلتها في مصر تزوج والد صالح بولدته وانجبت له ثلاثة زكور صالح وعبد الوهاب وطارق تعرف صالح سليم على زوجته السيدة زينة بلطفي على متن باخرة واتجه الى الحوام دي فاعجب بها وقرر الزواج قبيل هذا القرار ولكن القرار واجه بالاعتراض من قبل والد صالح ووالد زينة بسبب عدم اكمال صالح لدراسته الجامعية فقرر تأجيل اقامة حفل الزفاف الى انهاء صالح دراسته انهى صالح دراسته الجامعية وحصل شهادة البكالوريوس تجارة وتزوجها زينة بلطفي استمر الزواج حتى وفاة صالح سليم وانجبت زينة بله ابنيه هشام سليم وخالد سليم وكانت هذه الزيجة الوحيدة في حياة صالح سليم مرضه ووفاته بدأت رحلة صالح سليم مع مرض سرطان الكبد عام 1998 عندما كان صالح يقوم بفحوصاته الدورية التي يجريها كل 6 أشر لدى طبيب علم صالح بانه مصاب بمرض السرطان وعند مناقشة صالح لأطباءه لبدء العلاج علم ان الورم السرطاني الذي ظهر في نصف الكبد لا يمكن استقصاله لأن النصف الآخر من الكبد كان مصاب بتليف بسبب إصابته بفيروس T كما علم بأن سنه لا يسمح بإجراء زراعة كبد لم يقف صالح بردخة لنصائح الأطباء باتباع أسلوب جديد للعلاج على وهو العلاج الكيماوي المودع وهو يتكون من حقن المادة الكيماوية داخل الكبد نفسه في المنطقة المصابة كما نصحه الأطباء باتباع علاج حرال إلى جانب العلاج الكيماوي وذلك لقتل الخلايا سرطاني التزم صالح سليم بالعلاج الذي اقترحه أطبائه وكان يداوم على زيارة لندن لمتابعة حالته الصحية والوقوف على تطوراتها إلا أنه لم يفصح للرأي العام عن سبب زيارته المتكرر للندن وعن خروجه المتكرر إلى خارج البلد هذه التساؤلات التي دائما ما كان يجيب عنها صالح بأنه يسأم من تواجده لفترة طويلة في القاهرة أدت إلى اتهام صالح بالإهمال في إدارة النادي الأهلي مجددا لم يفقد صالح ثباته وعزيمته في مواجهة المرض ولم ييأس حين وجه له اتهام الإهمال بل فضل عدم الإفساح عن مرضه للرأي العام لاعتقاده أن مرضه شيء يخصه وحده ومن جهة أخرى ازدادت حالة صالح سليم الصحية سوءا فانتشر الخلايا السرطانية إلى خارج الكبر وانتقلت إلى الأمعاء فاضطر الأطباء إلى إجراء عملية الصال لأجزاء من الأمعاء لكن ساءت حالة صالح الصحية ودخل في غيبوبة متقطعة إلى أنوافته المنية صباح يوم السادس من مايو عام 2002 عن عمر يناهز 72 عاما وشيع جسمانه مئات الألاف من المصريين رحم الله الماستر والأسطورة صالح سليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة كورس بورت أهلا وسهلا بكم